وسط إشهادة بتعديلات قانون العمالة المنزلية احتفلت الكويت مع منظمة الهجرة الدولية باليوم العالمي للعمالة المنزلية حيث تضمن الاحتفال توعية بحقوق واجبات العامل المنزلي وتبني الإصلاحات اللازمة لحماية حقوقهم الأمم المتحدة للهجرة تحتفل باليوم الدولي للعمال المنزليين حيث ركزت منظمة الهجرة في هذا اليوم على تعزيز الوعي لدى الناس بشكل عام بما هي واجبات وحقوق العامل المنزلي للحد من المشاكل التي تحصل بين العامل المنزلي ورب العمل منظمة الهجرة في دولة الكويت تحتفل في يوم 16-6 لهذا العام وهو يوم العالمي للعمال المنزليين من خلال إقامة بعض الأنشطة لنشر الوعي طبعا في دولة الكويت تستضيف ما يزيد عن 600 ألف عامل منزلية في الغالب هم يعيشوا في ظروف إيجابية وطيبة وحياتهم قائمة مع الأسر التي تستضيفهم العامل المنزلي هي مثلها مثل أي وظيفة أخرى لديها حقوق وعليها واجبات يجب أن تصان حقوقها وعليها أن تقوم بواجباتها بأكمل وجه وبالتالي حينما يصل هذا الفهم إلى الجمهور سنضمن إن شاء الله علاقة إيجابية إنسانية راقية بين رب العمل والعامل جمعية العمل الاجتماعي تشدد على أن العمال بشر مثل الجميع وأن لا يعاملوا ككبش فداء لمشاكل المنزل وأن يتعاملوا معهم بطريقة إنسانية فالجميع متساوون أمام القوانين الكويتية والدولية والدينية الرسالة للمجتمع أن أتمنى أن يطلعون إلى قانون العمال المنزلية يشوفونها ينتبهون يعرفون شنو حقوق العامل يفهمون أن أخلاقهم مع العامل راح تأثر على سمعة دولة الكويت وهذا شيء ما نقدر إحنا للكويت التي تسعى عشان تقدم قوانين يديدة حاطة ملجأ للعمال المنزلية تحاول تسمع الكويت تشتغل عشان تصلح الأوضاع وإحنا للأسف كمواطنين بعض المرات لا نطبق القوانين الدولة الباحثون يرون أن تطوير قانون العمالة المنزلية الكويتي مؤخرا كان خطوة إيجابية كبيرة لكنه لا يرضي الطموح والمطالبة بتغليض العقوبات على الطرفين للحد من المشاكل التي ازدادت بشكل ملحوظ مؤخرا حسين الصائغ لتلفزيون المجلي